الرئيس سيسي يؤكد استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع غينيا بيساو على جميع الأصعاد هارس تؤكد لنيتنياهو رفض الولايات المتحدة تحقيقات الجنائية الدولية حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية رئيس وزراء الصين يرفض أي مصار لإستقلال تايوان ويؤكد أن العلاقات التجارية مع واشنطن ستكون على أساس المساواة السادسة الصباحا الرابعة بتوقيت جنانية شموجز إخبارية أتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أنه شرف باستقبال رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو مبالو في قصر الاتحادية وأشار الرئيس السيسي عبر حسابه على فيسبوك لإستعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة والتعاون المشترك في مختلف المجالات مع غينيا بيساو نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء كمال عامل رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وفي تدوينة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي أن مصر فقدت واحدا من أغلى رجالها معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كامل عامر كمال عامر ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأضاف كان الفقيد خيرا معلم وقائدا مخلصا وأمينا لترابي هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته اللهم ارحم الفقيد الغالي وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان هذا وأصدر الرئيس السيسي قرارا بترقية اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى ردبة فريق فخري ومنحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر يبدأ اليوم البابا فرانسيس بابا الباتيكان زيارة تاريخية للعراق تستمر أربعة أيام وقال بابا الباتيكان في رسالة إلى العراقيين أنه يزور بلدهم كرسالة سلام بعد سنين من الحرب والإرهاب ودع البابا إلى التعاون في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم من بينها جائحة كورونا مشددا على الأخوة التي تجمع كل الطوائف الدينية في العراق قال البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي كمال هارس أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضة الولايات المتحدة لفتح تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية جاءت المكالمة وهي الأولى بين الاثنين منذ تتولي هارس والرئيس جو بايدن منصبه في يناير بعد يوم من إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها ستبدأ التحقيق مما أدى إلى رفض واشنطن رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب الدول الأوروبية اقتراحا لتوبيخ إيران في وكالة الطاقة الدرية وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن واشنطن ترحب بنتائج اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الدرية فيما يتعلق بإيران لافتة إلى أن قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن إيران في الوكالة الدولية للطاقة الدرية جاء بدعم من واشنطن مشيرة في الوقت ذاته إلى أن واشنطن تتطلع باهتمام كبير إلى رغبة إيران في المشاركة بعملية تفاوضية ملموسة قال رئيس الوزراء الصيني لي كيتشيانج أن بكين ترفض بحزم أي نشاط منفصل يسعى إلى استقلال تايوان وستستمر في التنفيذ الكامل والصادق لبلد واحد ونظامان وأكد رئيس الوزراء الصيني أمام البرلمان أن حكومته ستتضمن تنفيذ القانون وحماية الأمن الوطني في هونغ كونغ ولن تقبل بأي تدخل خارجي فيها وأضف أن الصين ستعزز نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية ذات المنفعة المتبادلة وذلك مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل نهاية الموجز وفي نهاية نوحية علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسر يوزر جديد هو 11785 معدل الترميز 27500 وعمل التقطاب رأسي شكرا لكم على حسن المتابعة